جيكس وتستمر سلسلة الألغاز مع كابكم والمتذوق واللي اسمه فيليش كونيسير للأمانة الموضوع على قد ما هو غامض وحاسس حالي زي الأطرش بالزفة على قد ما أنا مبسوط لأنه أنا حاسس حالي أني في منحة تعليمي مع كابكم عندي إحساس إنها كابكم فاتحة مدرسة ألغاز وبتعلم فينا هاتنشوف اليوم شو عملت طلع وحدة وحدة يا جميلين هاي تويتر نزلت هذا الفيديو تاجر القرية أصدر إنه بده مساعدة كان يؤسستهم ممكن تساعدوا في هاد المهمة طلعوا هون شو كاتبين كان يؤسستهم عن هز كوست تقدر تساعدوا في مهمته قصة كوست هاي ذكرتني في موضوع الكوستات الجانبية والمهمات الجانبية فما أبعفرز هذا التلميح إنه اللعبة رح يكون فيها مهمات جانبية مش عارف بس إنه هاتلا نشوف هاي التاجر بده أجوبة تقدر تلاقيهم الأجوبة شكرا للمعلم شكرا للمعلم هلأ في حدا جمع هدول الصور ورتبهم مشكور يعني بقى رش منه يوزر أجنبي حتى يوزرهم مش مفهوم جمع هدول البوزل تطلعوا شو عمل تطلعوا شو تطلع تطلعوا شو تطلع متذكرين؟ متذكرين هذا الفيلم؟ اللي تابع الفيديو طبعا مبارح أكيد رح يتذكر هاي الصورة اللي أنا فرجيتكم إياها في اوديشن زبطت البوزل وتطلعوا هون شو تطلعوا في الزاوية اسم موقع هايو .com بالآخر تمام؟ هلأ هذا الموقع يا جميلين لما تفوت عليه بعطيك آم يا بعطيك هاد الصفحة بعطيك هاد الصورة يعني هادي الصورة الممزوعة من الكتاب اللي حكالنا عن الجهاز الغامض ما جهاز غامض والله يستر منه والقوى الغامضة اللي فيه وبيرجع للعصور الوسطى وبلا لا 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 هاي الصورة وفيه حدا عمل كنا بالفوتوشوب أو إشي حطها على الكتاب هاي هاي الكتاب طبعا مبارح متذكرينه اللي قرأناه وترجمناه هاي حط هون الصورة تمام؟ ولزقها يعني زي كأنه قصة الجهاز وضحنا إياه بهذه الصورة هلأ أهم إشي بهذه الصورة حسب ما فهمت هادي فيش زون؟ يلا إتسوكي شايفين هاي الكلمة الغريبة هاي اللي فوق هادي كلمة مشفرة تمام؟ فيه برامج ومواقع بفكوا تشفير الكلمات المبهمة اللي متل هيك لما فكوا تشفير هذه الكلمة اللي محطوطة في زاوية الورقة فوق طلعت معهم يا جميلين كلمة أخرى ألا وهي كلمة I think هون أيوة هاي هادي اللي فكوا شفرتها اللي كانت محطوطة في زاوية الورقة هاي يبون لك استخدم إشي اسمه رومان روت ثيرتين سايفر ميثود هادي طريقة لفك التشفير وتلعط له هاي الكلمة The millstone الطاحونة الكلمة المشفرة اللي في زاوية الورقة معناها الطاحونة The millstone طبعا قصة التشفير وفك التشفير أنا بقولكم كابكم عم بتعلمني الألغاز عم بتعلمني درجة جديدة من حل الألغاز أنا هذا كله بصراحة ما بعرف إذا راح أقدر أعمله لحالي ولا لا بس عشان لأنه فيش وقت قاعد أبحبش وأدور وأضب فيش وقت مش ضايل إشي عندما تبدأ معهم هدول سريعين كتير في الألغاز المهم فهذا الكلمة المشفرة اسمها The millstone أو الطاحونة تمام هلأ بعد ما بعد ما طلعت هذه الكلمة نزل بوست هذا village connoisseur بس أكد أي بوست نزلوا هذا لا مش هذا إذا اللي فوقي هذا اي تنك هايو A millstone around my neck طاحونة حول انتعرفين أنا أصدق بالطاحونة مش طاحونة السنان مش طاحونة الطاحونة اللي هي طاحونة الهواء طاحونة الهواء أوكي بقول لك I know of only one millstone in the village أنا بعرف إنه في طاحونة هوى واحدة في القرية I will send my assistant there in the morning to see what she can find راح أبعث مساعدتي لهناك لحتى أشوف شو بتقدر تلاقي It's too late for one such as her to be out alone in the dark بيحكي إنه حاليا تأخر كتير الوقت وعتمت فما بدي أبعثها بهذا الوقت At least now I can see the page على الأقل حاليا بقدر أشوف الصفحة I only hope that the original is still out there بتمنى إنه تكون النسخة الأصلية هل هذه الورقة مش الورقة الأصلية هذه نسخة من الورقة الأصلية بقول لك بتمنى تكون الورقة الأصلية لساتها موجودة وما تم إنه تخلص منها أو إشي هذه الكلمة بالروماني We will talk again tomorrow رح نحكي بعدين أو رح نحكي مرة تانية بكرة هلأ هون رجع نزل هذا البوست أوكي يوريكا هاي العنوان فوق يوريكا let's see if lightning can strike twice يوريكا معناها لقد وجدتها هذه كلمة قديمة يوريكا كلمة قديمة غريقية اسمها يعني لقد وجدتها let's see if lightning can strike twice بقول لك خلينا نشوف إذا البرء بضرب مرتين وارا بعد بعرف لقش قصة هالعنوان بس إنه أهم من العنوان هذا الحكي بقول لك so we find ourselves here again strainy هاي نرجعنا مرة تانية يا غريب له أنا يعني my assistant was able to recover the page hidden in the wooden eye المساعدة تبعتي ادرت تجيب الصفحة المخفية من العين الخشبية اللي بتشغل الطاحونة يعني هي مساعدته لما راحت لطاحونة الهواء اللي موجودة في القرية ادرت تجيب ورقة خفية a small wonder since she cannot seem to find teapot in the kitchen هو دائما بيستهزئ في مساعدته إذا ملاحظين بقول لك هذه المساعدتي غريب إن هلاءت هذه الورقة الخفية لأنه حتى أبريء الشاي ما بتقدر تلاقيه في المطبخ بظل يتخوت عليها but anyway that's nice no more devices in the spine ما في أجهزة في عمود الكتاب just scribbles بس خربشات I hope your eyes will see what we cannot بتمنى عيونك تشوف اللي احنا مش قادرين نشوفه يعني هي لما راح اطلط طاحونة الهواء المساعدته جابت هذا الاشي جابت هذا الاشي تمع عنو فيه زي ما بدكم الأمانة عبارة عن فلافل بالحمص أوكي على فكرة وقل عادة الكتاب في ورقة ممزوعة هاي إذا شايفين هون في ورقة ممزوعة حلينا ننزل هذا الاشي شوي طلعوا أول اشي اللي فتنزل لما شفت هذا الكتاب هذا الرمز هذا الرمز مين يا أصحابي رمز عائلة بنيفينتو وبالتحديد دونا بنيفينتو دوميتها أنجي شمس وقمر بدي أقرأ لكم الإشي وأترجم لكم إياه على فكرة هذا اللغز هذا اللغز نحل هذا اللغز الورقة نحل هلا بقول لكم كيف المهم خلينا أترجم لكم الحكي لأنه كيف قصة الجهاز برضو هم فيه أشياء غامضة كتير إن حكت ركزوا معي بقول لك The talismaniac power emanating from the figures is not to be denied بقول لك لا يمكن إنكار القوة التعويذية المنبثقة من هذه المجسمات Though there are hundreds and in some cases tens of hundreds of years old and though some are missing eyes the little dolls seem to stare through one's soul بقول لك بالرغم إنه عمرهم مئات السنين وفي بعض الحالات عشرات المئات من السنين وبالرغم إنه هذه المجسمات بعضها ما إلو عيون لكن هذه الدماء الصغيرة بتحس إنها تحضق في روحك which is very creepy مهم This sensation of being watched by the unwatchable is quite enough هذا الشعور إنك بتحس إنه فيه حدا ما بتقدر يتراقبه هو براقبك يعني هذا بيخليك يعني يطفح كيلك من الخوف كأنه But standing there motionless and quiet for a while One could almost imagine hearing voices whispering بقول لك لما توقف بدون أي حركة وبدون أي صوت يعني ما يطلع أي صوت منك رح تحس إنه هذي المجسمات عم بتطلع منها وشوشات يعني يدو بتكون سمعها مشاري كويت شكرا لإنتسابك يا أحلى مشاري كويت استمتع بالإيموجي ماي فرند بخليك شكرا شكرا وبقول لك إنه بتحس إنه فيه وشوشات بتطلع من هاي المجسمات خلي بدأ شلو المجسمات بنا نقول دمع لأنه حكا little dolls بنا نقول دمع بقول لك إنه يعني من المحزن إنه فيها قوة واضح إنه هذي شغلات فيها قوة واضح إنه هذي شغلات فيها قوة بقول لك هذي التشكيلة أو هذي المجموعة من الدمع خلينا نقول يعني mighty يعني عظيمة It's a shame that in many cultures such traditions as the ancient doll making are no longer followed بقول لك إنه يعني من المحزن إنه في معظم الثقافات هذي التقاليد الخاصة في عملية تصنيع الدمع بطل حديث تبعها or have turned into bobyist activities أو إنه بقول لك إذا كان في إشي مثل هيك رح تلاوها أنشطة لناس هاوي أي يعني هو One cannot but imagine what forces imbued into these small talismanic symbols could be honest for good and for evil بقول لك إنه الواحد ما بقدر إلا يتخيل هذي القوة اللي موجودة في هاي الدمع أو هاي المجسمات القوة التعويذية بقول لك talismanic symbols أو talismanic powers for بقول لك الواحد بس يعني ما بقدر غير إنه يتخيل هذي القوة هل رح يتم يعني استخدامها للخير أو للشر حتى كلمة شر إذا ملاحظين محطوط عليها شحطة تحتيها وكأنه شايفين هاي الإيد هذي شي كأنه شقفة من دمية ولا إشي وفي صورة فوق بس صورة وحدة إذا ملاحظين بس مقلوبة البقدر عمل زون آه مش كثير أوه أنا كاميرو كنه كنه مغطي المهم في صورة وحدة ومش خبط عليها يعني مش واضحة وفي كان هاي الدمية ملخص الحكيه هادي الكتاب بيحكي على دماء هاي الدماء الكتاب بقول لك إنه فيها قوة غريبة شو هاي القوة الله أعلم هاي القوة هل رح يقدم يستخدمها في خار ولا في شار الله أعلم بقول لك إنه أعمارهم يرجع إلى مئات ومرات عشرات المئات من السنين إذا بتوقف صم بدون حركة بتحس حركة تسمع أصوات إشي بيخوف أنا بصراحة قبل ما أكمل أنا حاسس إنه كابكم عم بتمشينا دادة دادة بالاتجاه الجديد للسلسلة لما أقول لك إنه فيه جهاز من أيام القرون الوسطى وفيه قوة وحاليا بقول لك دماء ومش دماء وفيها قوة لإيش بدهم يوصلوا بالآخر يعني وكله زمان 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 لإيش بدهم يوصلوا بالآخر أنا مش قادر أفهم هذا الشي هل هو أنا فاهم شوي؟ لأنه كابكم حكت إنه إحنا أخدنا السلسلة في اتجاه مختلف وممكن البعض ما يعجبه بس أنا لحد الآن عاجبني لإني بعشاء الغاز وبعشاء الغموض وبعشاء هالقصص أنا بعشاء هالقصص وبتمنى بالآخر إنه كابكم يعني تعمل إشي أو تبين إشي منطقي يربط هذا اللي بنحكيه ونحاول نفسره بسلسلتنا اللي إحنا بنعرفها هذا اللي أنا بستناه صراحة شو عملية الربط؟ كيف رح تربطي يا كابكم؟ هاي الشغلات اللي هي تعتبر خرافية أساطير شو قوة ومش قوة ومش عارف إيش؟ كيف رح تربطيها بالسلسلة؟ اللي هي مبنية على فيروسات ومش فيروسات ومش عارف إيش؟ واضح إنه هاده إلا علاقة ببين فيانتو اللي هي دونا ودميتها أنجي الكتاب هاده مليان الغاز هاده هون في عندك حرف واي بالشقلوب دائرة جواها نقطة عين، أمر، صليب المهم، أهم إشي بهذا وهذا البيت على أحرف بي جي بي جي بي جي ورموز غريبة مهم أهم إشي بهذا الموضوع كله هاي الجملة شايفين هاي؟ مهم هذا موقع مهم مهم هذا الموقع يا جميلين لما تفوت عليه رح يعطيك هاده الشي مهنو؟ هاده الموقع اللي أخدناه من الصورة هاي إذا بتفوت عليه هاي أبنننننناظ دوتا هاوس إذا بتفوت عليه رح تلاقي هذا الحكي للأمانة أنا أعادت أقرأ واضح أنه حل لغز هذا الحكي حل لغز لهذا البيت بقعد يوزع لك زي دمى دمية اسمها جيني وفي دمية اسمه فيكتور وفي بوبي وأدولف المهم على فكرة اللغز مش كتير صعب للي عنده شوي فكرة عن الإنجليزي بقدر يحله ويستمتع فيه ممتع للأمانة ممتع تقعد إذا كانوا بجيب لك كل دمية وين موجود في البيت هذا اللي فوق وكل دمية فيها عناصر يعني فيه دمية اللابس جاكيت أحمر فيه دمية اللابس طائية خضرة إشي مثل هيك المهم لما ينحل هذا اللغز بالآخر رح يطلع لك دا إياه أنا ذكرت هالصفحة دا أفرجيكم كيف شكل البيت بيسير لما ينحل اللغز فيه فيه حدا حاله هايه طالعهم لما تحل اللغز هيك بيسير البيت بيسير فيه عندك في الزاوية الأولى اللي هي في النيرسيري في الحضانة عندك الدمية أدولف وهي عناصره لما تروحها للممرتبع البيت عندك بوبي عندك تروحها للمكتبة عندك دوريان مطبخ عندك ليلث باثروم عندك فيكتور وبدروم عندك جيني هايه هذا هايه هايه هذا هذا اليوزر اللي قاعد بيحلوا بيفكروا أشياء اسمه غريفينيك هذا مجنون عبقري هذا الي بيحل الألغاز قاعد هايه غريفينيك المهم هلا بقولك انه بعد ما تحل هذا اللغز وترتب الدمه في البيت اذا بتفوت على الموقع لكن بتحط سلاش أدولف سلاش المولدي جرين هات اللي طائطه الخضرة سلاش حضانة سلاش يعني الحل اللي انت وصلت له هون تحطه كويب سايت رح يطلع لك كويب سايت يطلع لك شقفة من ورقة بيطلع لك شقفة من ورقة الكتاب بما انه هو حلهم كلهم فطلع كل الشقف ولما جمعهم اوه هون مش كاملة لا هون الصورة الكاملة هايها لما جمعهم بيطلع لك هيك هاي الورقة الممزوعة من الكتاب التاني يجب ان لاحظين كله الدمى والتاليزمنز وعيون واشياء وبعدها كله على النظام الروماني لابسة زي اشارب حوالينا الراس بس برضو من السيناش للجير تبع الجهاز برضو اهم اشي بهذه الورقة كالعادة زي الورقة هديك الكلمات المبهمة هاي وعن طريق وعن طريق فك التشفير وصلوا لا هايها فكوا تشفيرتها هاي هاي الكلمة اللي كانت في الورقة فكوا تشفيرتها وطلعت هاي جملة بنيث تحت الجسر هلأ الخريطة تبعت فيها جسر فواضح انه المقصود فيها انه بين بيت بين فيانتو واعتقد القرية او القلعة او ايا ما القرية او القلعة الجسر اللي بوصل بناتهم تحتي فيه اشي مش عارف هذا الاشي رح نشوفها باللعبة مش عارف هذا الاشي رح يكون له معنى في اللعبة هل اذا رحنا على طاحونة الهوى اللي في اللعبة ورحنا على العين الخشبية حطينا ايدنا فيها ممكن نطلع اشي هل اذا رحنا للجسر اللي في اللعبة ونزلنا تحته رح يطلع عنا اشي انا مش عارف انا مش عارف انا انا مش عارف احكولي شو رأي انا عم بشارككم كل اللي بعرفه بكتشفه اول باول كابكم عم تمشي معنا دادا دادا اذا حص حالك مش فاهم عيدي الفيديو ركز في الحكي لان الامانة انا اعادت من بعض الفطور افطرت على السبعة ونص ريحت شوي من التمانية للساعة 12 وانا قاعد بقرأ وببحبح لامانة 4 ساعات قاعد زي اللي بدرس عليه امتحان قاعد بقرأ وببحبحبح وتعليقات وبشوف هاد شو بيعمل وهاد شو بيسوي عشان اجمعلكم هاد المعلومات كلها برجة بعيدة اذا حص حالك مش فاهم شوف فيديو اللي هو اللي قبل هذا لا اللي قبل هاد ولا قبل هاد فيتنا اللغز متضوق واحد ولغز المتضوق تنين شوفهم ركز فيهم شوي امشي فيهم واحدة وحدة رح تستوعب الصورة واضح انه فكرة الكتب بدهم يعطونا كمان فكرة اعمق عن كل عالة الفيديو اللي نشروه في تويتر مبارح عرفنا رموز او ما يرمز ما ترمز اليه اشارة كل عالة ديمترسكو السرية بنيفينتو المعاناة موريو الفوضى هايزنبرغ سوء الحظ ملاحظة بالنسبة لبنيفينتو اشارة بنيفينتو اللي هي دونة والدمية تبعتها شمس وقمر تناقض رهيب القمر اللي هو بظهر بالليل طبعا ودائما بيدل الهدوء والسكينة وعدم موجود طاقة اشي متل هيك وهذا تحسوه بيمثل المرة اللي لابسة اسود في اسود الشمس نار منهار وطاقة وحركة بتمثل الدمية فكتير الاشارة تبعت بنيفينتو ممثلة الشخصية قديش فيه تناقض بين واحدة هادي ما بتحكيش ولا كلمة مش نبين منها اشي ودمية مجنونة ولابسة ابيض وعروس وبتضحك وبتلعب عرفتو كيف حبيت هذا التناقض انا موضوع الكنتراست موضوع الكنتراست بشكل عام في 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 افلام انا بعجبني بعجبني كتير التناقض شمس امر مينار عرفتو كيف انا بحب لانه عنده تنفس ما ولها ونار انو عيد خلينا ريش على فاللي مش فاهم يرجع للغز المتذوق واحد يشوف تينين وهذا رح يكون رقم ثلاثة يركز في الموضوع انا حاولت اشرح واترجم وافهم عاد ما بقدر بالطريقة اللي انا فهمتها واذا توصلت لاشي زيادة احكولي هون بالتشات او اللي بشوف هذا الفيديو بس كنا مندفع عائشة واحد الحماس تريليون شاركوني اقراكم my friends